نعت وزارة الأوقاف والإرشاد الداعية والعلامة الشيخ محمد صالح رجب الذي وفت المنية بعد عمر حافل بالعطاء لخدمة دينه ووطنه وأشرت الوزارة في بيان لها أن الفقيد كان من رموز الدعوة والعلم في مدينة عدن ومثالا للعلم للعالم العامل وصاحب القدوة الحسنة والزهد في دنيا الناس وله إسهامات كبيرة في إصلاح ذات البين لافتة إلى أن الفقيد تتلمذ على يديه عدد من العلماء أبرزهم العلامة محمد بن سالم البيحاني وأكدت الوزارة أن اليمن خسرت برحيله رجلا من العلماء الأوائل الذين أفنوا حياتهم في خدمة الدين والوطن معبرة عن خالص العزاء لأسرة الفقيد ولأهله ودويه ومحبيه وتلامذته بهذا المصاب الأليم سائل أن الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان